رغم أجواء الاحتفالات التي سادت المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أصبحت الأزمة المالية التي تعصف بالأنروا شبحا يلاحق طلاب المدارس هذه الأزمة تفاقمت بعد قرار واشنطن بخفض تمويلها للوكالة لأصبح تمويل المدارس غير كاف لأكثر من شهر واحد إننا فتحنا المدارس في وقتها لأن هذا يحمي الحق الأساسي في التعليم للجئي فلسطين ولأن الدول المضيفة تحدثت مرارا عن المخاطر الجسيمة على الاستكرار الإقليمي إن لم نفتح المدارس لكن لن نخرج من حالة الخطر بعد والتمويل المتوفر إلينا حاليا يقصي لإدارة عمليات الوكالة فقط حتى إيهاد شهر أيلول وتقدم الأنور التي تأسست قبل 68 عاما خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة ويعتمد اللاجئون الفلسطينيون بشكل كبير على الخدمات التي تقدمها الوكالة وتحتاج الأنورة 217 مليون دولار إضافية لضمان استمرار عمل المدارس التابعة لها حتى نهاية العام الجاري لكن الطلاب يشعرون بقلق شديد جراء الإجراءات الأخيرة من قبل الإدارة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر